هذا هو الفارق الإداري وفارق الأساطير وفارق النجومية وفارق كل شيء ما بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي وما بين أي حد تاني موقف مهم جداً وأنا الحقيقة سمعته زي ما حضراتكم سمعته ولكن تأكدت من عدد كبير جداً من الجمهور كابتل محمود الخطيب مبارح فضل واقف الحقيقة بعد نهاية المباراة وكان هناك اتفاق على أن تكون البعثة الرسمية تتحرك والجمهور يتحرك من ناحية تانية ولكن كابتل خطيب مبارح أصر إصرار كبير جداً على أن تكون هناك وده كان الحقيقة بيتعمل من الأول ولكن كانوا عايزين للناس تمشي ده في اتجاه وده في اتجاه لكن في النهاية أصر كابتل محمود الخطيب أنه هو مش هيتحرك غير لما كل الناس تتحرك جمهور النادي الأهلي قبل البعثة الرسمية للنادي لأنه الكل يعلم أن جمهور النادي الأهلي هو اللي له الدور الكبير والدور الرئيسي في كل بطولات النادي الأهلي الدور التاريخي اللي عمله جمهور النادي الأهلي من 1907 وحتى مباراة أمس الحقيقة حاجة تاريخية وحاجة مشارفة جداً فكابتن محمود بما أنه واحد من أساطير النادي الأهلي وبما أنه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبما أنه رئيس بعثة النادي الأهلي في مباراة أمس أصر على التواجد لغاية آخر ثاني أول ما شاب يعنيه الناس بتتحرك والبعثة الجمهور بيتحرك خد البعثة بإشارة طبعا من الأمن خد البعثة وتحرك أيضا إلى فندق الإقامة فده موقف الحقيقة معرفش هل البعض بيعتبروا أنه موقف طبيعي يعني فيه ناس شايفة أن الكابتن خطيب لكن لما تيجي تتكلم مع الكابتن أنا ما تكلمتش معاه الحقيقة ولكن أنا عارف لما تيجي تتكلم أقولك ده دوري ده شغلي ده دوري إن أنا أعمل كده مش بعمل حاجة زيادة ولا بعمل حاجة كده ولا كده لا هو دايما لما تيجي تتكلم أقولك كده أقولك جماعة أنا ده دوري إن أنا أعمل كده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما عدت 3-4 شهور أغلس على كابتن الخطيب الحقيقة يعني أنا مش عارف أقولها إزاي ولكن هقولها كده عشان كابتن عايز حضراتك تطلع معانا على قال لي يا إسلام مش وقته يعني مش دوري أن أنا أطلع أتكلم معاك على التلفزيون دوري أن أنا أعمل فريق نكون فريق هو ما بتكلم على كابتن الخطيب أعضاء مجلس الإدارة بالكامل يعني فهو ده دوري كابتن محمود الخطيب فلما بتيجي تتكلم معاه هيقولك كده فأنا عشان كده الحقيقة حبيت أن أنا بس أوري لحضراتكم أن هناك فارق كبير جدا كل ده طبعا بمعاونة واحد من المصريين الدبلوماسيين المصريين المحترمين السفير حسام عيسى الحقيقة اللي كان خير سفير بالنسبة لمصر الحقيقة في السودان وبالنسبة للجمهور وبالنسبة للبعثة الرسمية المتواجدة الحقيقة في الخرطوب مبارا الحمد لله الفريق وصل الصبح زي ما حضراتكم طابعته طوال النهار النهاردة كل الفيديوهات اللي جات لحضراتكم وكل الأخبار اللي جات لحضراتكم من خلال شاشة قناة نادي الأهلي هو ده الدور اللي لازم يقوم بيه أي رئيس نادي الحقيقة رئيس النادي محترم وعارف هو عايز إيه وعارف هو بيعمل إيه علشان خطر جمهوره ولما تيجي تتكلم معي يقولك ما هو ده دوري إن أنا أعمل كده أنا ما عملش حاجة زيادة يعني ده دوري إن أنا أعمل كده دوري إن أنا أخلي الجمهور يروح سالم لبيوتهم لأن طبعا معظم اللي كانوا هناك من الخرطوم سكنين هناك يعني في السودان أو قاعدين هناك في السودان على الأقل وبعدين بييجوا في الأجازات بتاعتهم وبالتالي موقف مهم جدا وموقف يعلم لللي عايز يتعلم الإدارة موقف مهم ويعلم لللي عايز يتعلم الإدارة العايز يتعلم الإدارة يبص ويشوف إيه اللي بيحصل عشان الدنيا تمشي الدنيا بتمشي إزاي لما تيجي تتكلم مع السفير حسام عيسى قالك إيه قالك النادي الأهلي اه ادارة احترافية على اعلى مستوى لاعبين على اعلى مستوى اخلاقي فني مهاري طبعا فني ومهاري بنتكلم فيها كتير لكن